نروح بقى لأندية الدوري الممتاز اللي طلقت اختار من اتحاد الكورة بيفيد بعودة مسحة كورونا للفرق قبل مباريات الدوري الممتاز بـ 48 ساعة والتراجع عن قرار ان هما يكونوا بيكتفوا بس بتحليل الربط تاست اللي كان متبع من بداية المسابقة وده بعد التأكيدات الطبية بسلامة نتائج المسحات مقارنة طبعا بتحليل الربط تاست وطلبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكورة القدم وزارة الشباب رياضة بالعمل نحو إدراج فرق كورة القدم بجميع مستوياتها وفئاتها ومرحلها السنية على جداول اللي هيتلقوا اللقاح المعتمد من وزارة الصحة ضد فيروس كورونا وأكد الاتحاد المصري على استعداده لتحمل أي تكاليف مالية في الاتجاه ده وكمان أن مطالبته بدأ بيأتي طبعا في إطار الحرص على استمرار نشاط كورة القدم وفق السياسة الرشيدة اللي بتنتجها الحكومة المصرية طبعا يعني القرار ده قرار بديه جدا ومنطقي جدا وكان الحقيقة فيه علامة استفهم كتير جدا على فكرة الربط تاست لأنه إحنا بنتكلم طبعا على يعني طبعا قبل أي شيء من ناحية الإنسانية إحنا بنتكلم على صحة ناس أعتقد ده شيء يعني إحنا متفقين أنه لا يقدر بمال المتكلم على سلامة اللاعبين وهم القائم الرئيسي في النهاية لمنتخب مصر اللي بيمثل مصر في البطولات الدولية يبقى لابد الحقيقة أنه ده شيء بالتأكيد يتحطى في الاعتبار لكن لما يجي تكلم بيزنس وكلم فلوس وكلم استثمارات أنا بتهيالي أنه رياضة كرة القدم على مستوى مصر هي الرياضة الأنجح اقصادية سواء ده كان بالنسبة لاتحاد الكرة أو سواء ده كان بالنسبة الأندية أو سواء ده كان بالنسبة لللاعبين أو سواء ده كان حتى بالنسبة للإعلام الرياضي وبالتالي توقف المنظومة دي هيكون خسارة عنيفة جدا للمنظومة ككل وبالتالي يعني ما كانش مفهوم بالنسبة لنا أن احنا ممكن نخاطر بالشكل اللي ممكن يوصلنا لتوقف المسابقة وبالتالي يكون فيه خسارة اقتصادية كبيرة جدا على كل الكائنات دي قبل ما نتكلم عن الخسارة الرياضية طبعا فيه فكرة ان احنا بس نلغي المساحات ونعمل الرابيد تست